وجهتنا كانت جبال توقريت وبالتحديث لبقعة ولاد الحاج خروبي أين توقفنا عند منزل عائلة ناجي أجواء الحزن خيمت على أرجاء المكان لفقدها ابنها بعد الاشتباه في إصابته بداء الحصابة المرتع أم وولاد قلنا هي حمى وخلاص حانها لديها أولا سبيطر واصابوا فيها كخارج في هذا الحب مرض بالحد والخميس دينها المصدق تسجيل حالة الوفاة بهذه القرية النائية جعلتنا نقف على وضعها اقتربنا من قاطنها الذين أكدوا بعضا من أسباب انتشار الأمراض والأوبئة نحن هنا محقورين من أيتها حاجة ملماء، مطبيب، ديسبونصر هذه الحياة عندنا نحن داي من المسخة مكاشر يديها فينا لكن لي راج يعني هذه الفكسة على الأمر الثعذراري حنا طبيب ما يجيش لنا لورمالما نحن عندنا ديسبونصر هنا لورمالما نحن في كل خطرة من الخميس للخميس طبيب لازم يجينا يفوت عندنا هنا يفوتنا هنا كل مكاشر سبيطر عندنا من حقنا روحوا لتوقيتولا بسنا نحن عندنا سبيطار الطبيب اللي دخلوا الخطرة اللولا يقول يقول أنه كان عندو الحمة وكان عندو السعلة وكان عندو بعض الاخرجل وبعض الانيري بسون في الآخر مما أدى بالطبيب اللي شافوا أنه يشك أنه مرض البوحمرون على كل حالنا مرض البوحمرون لا نجموش نأكدو إلا بالسيرولوجي تعدم بالأخر منطقة تناسها المسؤولون المحليونة وانتشرت بها الأمراض تكان ولاد الحاج خروا بأمله في ددخل عاجل لإنقاذهم من وباء قد يفتكوا بحياة أغلبيتهم اشتركوا في القناة